تصريحات غير متوقعة أدل بها رئيس النظام السوري بشار الأسد حول أمريكا والانتخابات الرئاسية المقبلة حيث وجه رسالة حاسمة لواشنطن وكشف عن تأثير العقوبات الأمريكية على بلاده فماذا قال؟ خلال مقابلة مع قناة سالوفيوف الروسية تحدث رئيس النظام بشار الأسد عن الانتخابات الأمريكية والروسية المقبلة حيث كشف الأسد عن توقعاته بفوز ترامب بالانتخابات المقبلة ليصل إلى سدة الحكم على حساب الرئيس الحالي جو بايدن وتأتي توقعات الأسد وفقاً لما رأاه من إحصائيات وأخبار على وسائل الإعلام ترى هل ستكون سياسة ترامب تجاه سوريا مختلفة عن سياسة بايدن الحالية؟ بحسب تصريحات الأسد فإنه يرى أن ترامب لو فاز بالانتخابات المقبلة فإن سياسته لن تكون مختلفة عن بايدن فهو يعتبر أن الرؤساء جميعهم متشابهون في سياساتهم الخارجية وبوجه عام يعتبر الأسد المنظومة السياسية لدى الغرب هي منظومة بيع وشراء وليست منظومة مصالح مشتركة أما عن الحصار الغربي الذي تتبعه دول الغرب في سياساتها ضد الدول المعادية لها مثل روسيا والنظام السوري وغيره فرأى الأسد أن ذلك الحصار الغربي له تأثيران اثنان على المدى القريب والبعيد فهو على المدى القريب لا يخدم مصالحهم بل يقود ويضعف من قيمة الدولار وعلى المدى البعيد فهو يحقق مصالح الدول المحاصرة لذا وصف الأسد سياسة الحصار التي يتبعها الغرب بالغبية مبررا أنهم يتوسعون في حصار الدول حتى يصلوا إلى لحظة يجدون فيها أنفسهم محاصرين وبوجه عام يرى الأسد أن تلك العقوبات المفروضة عليه ليست بالأمر السيء بل إنه يرى أنها تخدم مصالحه حيث وجه رسالة للغرب بأنه يتمنى أن تستمر العقوبات حتى يتمكن من تحقيق مصالح بلاده العالمية وتعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية الروسية أكد بشار الأسد دعمه لحليفه الروسي فلاديمير بوتين حيث برر دعمه له لأنه يرى أن بوتين يواجه معركة مع الغرب تحتاج لاستمرارية وثبات للفوز فتلك المعركة لا يجب خلالها أن تتبدل الأحصنة وفقا لتعبير الأسد واعتبر بشار الأسد أن روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها فالقرارات التي أخذها الرئيس فلاديمير بوتين هي التي تعيدها إلى الساحة الدولية وتعيد التوازن الدولي في العالم تلك التصريحات الحصرية التي نشرتها قناة روسية سبقها ظهور الأسد خلال فاعلية مخيم الشباب السوري الروسي والذي صرح خلاله بأن تدخل بوتين في سوريا وإرسال قواته وطائراته كان لحماية البلاد فوفق الأسد بوتين لو لم يتخذ قرار الانخراط في العمليات العسكرية في سوريا لكانت بلاده تعاني بشكل كبير من الخارجين عن القانون